ايه اللي أنا شوفه في المنام ومرش عنده معبر وقاله فصرهولي واستعز بالله من الشيطان الرجيم وطلب من ربنا سبحانه وتعالى أن يعطيني خيره ويبعد عني شره لو لقيت في المنام أو شفت منام أن أنا معايا سجادة السجادة دي فيها بعض الثقوب السجادة دي مقطعة ممزقة السجادة دي بلاقيها ملفوفة على بعضها انتبهوا معايا بعد إذنكم انتبهوا معايا ما فصرش المنامات دي لما شوف سجادة ممزقة أركن المنام على جنب وأقوم كده وأقول اللهم عطيني خيره وأبعد عني شره يا رب العالمين لما شوف سجادة ممزقة لما شوف سجادة ملفوفة على بعضها لأن كل الكلام ده ممكن يأدي إلى هموم مناكد وضك في الرزق ومشاكل كبيرة أوى 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 ما فصرش المنام ده ليه أفسره وهو هيجيب ليه تعب مش هيفيدنا بحاجة بحاجة بحاجة